اعزائي طلب الطلبة الصلاة العامة اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهوى الحلقة رقم 59 مساء الخير على كل طلبنا العزاء مساء الخير على كل مدرس اللغة الانجليزية اللي يتابعونا واللي احنا كالعادة نستنين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنه من الكمال النهاردة يكون في ضيافتنا مستر خارد عطية واللي عمل لنا ريفيجن على الوحدات من 4 ال6 من المنهج المكرر على الصف الثالث السنان مساء الخير يا مستر مساء نوريا مستر حمد حضرتك شرفتنا ومشرفناك العادة وحلقة موفقة ان شاء الله ربنا يتكلمنا جميعا ان شاء الله اتفضل الحبيب اهلا وسهلا بكل مشاهدينا وطبعا تحية خاصة لطلابي وحشتوني كتير وربنا وفقك وكلكم جميعا ان شاء الله اجينا وارجوينتو ديسكاس بساكند ريفيجن باوت يونيت 4 و 5 و 6 هنراجع ان شاء الله 4 و 5 و 6 يا جماعة بس زي ما قلنا برضو انا بضطره راجع بسرعة شوية على اساس ان فيه عندك background قبل كده فعندك معلومة وعندك خلفية عن الموضوع فمع لشي هنبقى بسرعة عشان كمان الوقت بس انت ركز معايا وان شاء الله انا استفيد كده از ماشا از وي كد تمام يلا let's get started يلا نبدأ page 1 تمام هنشوف بقى page 1 كده هنبدأ grammar region page 1 عندي مكتوب relative pronouns اللي هي الضمائر الوصل اللي هي هو which where والحاجات اللي احنا عارفينها دي لو احنا فاكرين كنا قلنا زمان ان هو which where احنا عمدينهم في جدول هو كلهم ببساطة كده معناهم بالبلد اللي لما قولت ريز علي هو help me ده علي اللي ساعدني حتى لو غير عاقل this is a mobile phone which ibot ده الموبايل اللي اللي اشتريته حتى where احيانا برضو this is a school where i work دي المدرسة اللي بشتغل فيها يبقى مبدئيا كده معناهم ايه ببساطة اللي بالاضافة للمعنى الرئيسي يعني ويردي برضو بمعنى حيثو وان يعني عندما هنشوف دلوقتي اكي لو بصنا على number one شغل بقى يعنيك معايا كده وودانك تمام number one هو followed by verb يبقى لازم يجو رافع لازم بنسبة 90% هو followed by verb تمام زي ما احنا عارفين مكتوب قصادها اللذي او التي للايه للعاقل زي ما قلنا من شوية this is a amr هو help me اللي سعيد تمام طب بالنسبة which قصادها مكتوب ايه اللذي او التي برضو او اللي بالبلد كده لغير الايه العاقل تمام زي ما قلنا من شوية مثلا this is the glass which I broke دي الكوباية اللي انا او اللي زيز لنا ايه كسر طيب بالنسبة that اكيد انت عارف ان that هي البديل لهو او ايه a which يعني لو عندي عاقل او غير عاقل مفيش هو ولا which بلاقي بدلها that اكيد طب بالنسبة ال whom يعني ايه للمفعول يعني لما يكون الشخص اللي بتكلم عنه object دايما اقول مثلا this is the student whom I punished ده ده الطالب اللي انا عقبته انا عقبت الطالب عشان كده بنقول بدل who whom على فكرة يجوز استعماله لذلك whom مش كبيرة او مش بتيجي كتير او في الامتحان بالنسبة ال who's ودي بقى مهمة جدا لان بيحصل فيها اما حاجة جماعة في who's اني followed by noun زي ما انت شايف بيجي ورها ايه noun تمام يعني who's camera who's car who's money وهكذا لكن خلي بالك who can beجي ورها verb يعني who's beجي ورها noun يعني ما اقول مثلا ذي الزمان who's car was stolen اللي عربيته سرقت يبقى who's car افتكر كويس who followed by verb who بعدها verb but who's is followed by noun اما who's بيجي بعدها ايه noun تمام طيب حد فاكر who's بقى بمعنى ايه او حد يقولي للملكية والكلام ده احنا قلنا كده بالبلد وببساطة كلهم معناهم ايه اللي تمام طيب when when بقى معناها ايه برضو اللي او عندما يعني للتوقتات وبيتسوي كلمة اسمها جنبها بالازرق مكتوب on which يعني اقول مثلا next month الشهر الجاي is the time when we have our exams الوقت اللي هنمتحم فيه طالما في اي حاجة بتشير للتايم بس تعمل كلمة when طب بالنسبة ال what فيه ناس بتقولي وط يعني دي بسيطة وما بيجيش دي اخر حاجة جات في انتحان السنة اللي فاتك كانت what what بمعنى ما انا مش كاتب ماذا ما بس يبقى هي ما عشان ما تقولش ماذا تمام يعني مثلا اقولك this is what i need هذا ما احتاج او بالبلد ده اللي انا محتاج you should decide what you want لازم تقرر what you want اللي انت عايزه طب اخر واحدة where ومهمة طبعا جدا where بتاع البليس خلي بالك بيقولي where حيصل المكان اهم حاجة جامعة followed by subject غالبا لازم بيبقى رأى فاعل هنعرف لي دلوقتي where بتساوي اذا ما انت شايف in which يعني لما قول this is the place where i work تساوي in which i work a which preposition this is the place which i work in at for وهكذا كي هو يمكن انا عارف ان انتوا عارفين دوت اهم حاجة نطبع عليه لو جبنا كده بيت جي 2 هنبص سوا في بيت جي 2 على sentence number one الجملة الاولى مكتوبة قصدنا our flat عايز انا بيهك انه قبل ما تيجي تحل دايما نبصه على الكلمة اللي قبل النقط كلمة اللي قبل النقط هي هتخدمك كتير انك تعرف تختار تعال نقرأ number one our flat space is on the pepsi floor over luxe the mile شاقتنا اللي في الدور الخامس بتطل عن نين تمام طب هل انا كطالب دلوقتي flat بالنسبالي تنفع بليس where i leave مكان اللي انا عايش فيه وبالتالي تنفع where تمام طب واحد اقول لي طب ما flat غير عقل تنفع which صح يعني انت حصرت اختياراتك في a which و b where كويس ان احنا استبعدنا c و d جميل ايوا بقى انا هعرف من اين هي ايه ولا b دي مهمة جدا خلي بالك ان where is followed by subject ييجي بعدها ايه فاعل هل الكلمة اللي بعد النقط is دي subject فاعل طب بما ان لأ زي ما انتوا قلتوا دلوقتي انا سعى معك اوه يبقى بدم لأ ما يجيش معها where ييجي معها يبقى which بالضبط كده يبقى number one which طب بصنا على التانية alexandria تمام my brother was born is in the north of Egypt اللي تولد فيها اخويا في شمال مصر طب برضو اعتبرها هنا ايه alexandria please وبالتالي تاخد ايوا where يبقى number b تأكد ان جاي وراها subject كده في فا وراها فاعل ولا لا my brother was born تمام يبقى انت كده بكل ثقة where طب بص number three this is the company i bought last week طيب برضو company هنا عادة place فممكن where وممكن اقول ده شيء غير عاقل تبقى which قلنا لو وراها فاعل تبقى where بس خلي بالك افهم الميننج كده دي الشركة اللي اشترتها الاسبوع اللي فات يبقى انا بتكلم عليها كplace ولا كسلعة كشيء ايوا كشيء عشان كده هتطر اختار which يبقى number three which لكن عايز اقول لك حاجة زي كده عمرها مجت في امتحان سنوية عامة تمام طيب number four the company space i work for export is gotten to Paris حاول تفهم الجملة الشركة اللي انا باشتغل فيها بتصدر قطن البريد تمام لو انت لماح انا عامل حتى بلون مختلف لو احنا شايفينها كلمة four قلنا where صح بس طالما في four لازم اختار which عشان which وبريبوزاشن حرف جر بتساوي معنى ايه where تمام يعني معنى كده number four لو شلنا كلمة four دي يا مستر تبقى where بالزبط the company where i work حطيت حرف guard يبقى which يبقى where بتساوي which preposition طيب number five we appreciate the rule of teachers work hard to improve their skills بقول احنا بنقدر دول المدرس اللي بيعملوا بجد يعني لتحسين مهارتهم طيب قلنا بنبص على الكلمة اللي قبل النقط اللي هي كلمة ايه teachers تمام عاقل ولا غير عاقل عاقل افتكروا ما تنساش ودي اهم لقطة العاقل يا هو يهوز العاقل يا هو يهوز ايه يهوز هو يسفلوز با ذرب هو بعدها ذرب هوز يسفلوز با ناون وهوز بعدها ناون بص على الكلمة اللي بعدية work hard يعمل بجد ذرب يعني يبقى هو اللي هوز ايوه يبقى number five see هوز طيب بص على رقم ستة بقى مستر خالد طلاب خالد اللي بيذكروا كويس هيجيبوا درجة كويس قلنا هنبص على الكلمة اللي قبل النقط اللي هي ايه خالد بالظبط طالما عاقل يا هو يهوز طب حسب ايه بقى الكلمة اللي بعدها students دي verbo ولا noun noun يبقى هو ولا هوز بالظبط اللي طلابه who's students تمام يبقى ستة دي طب بص على number seven I played a long game of tennis with my brother made me tired لعبت مباراة تنس مع أخويا أرهاقيتني بص على الكلمة اللي قبل النقط brother عاقل بس هنا بقى لو خدنا هو هتبقى غلط لي افهم الجنرال مينيج الجملة معناها لعبت مباراة تنس مع أخويا أرهاقتني اللي أرهاقتني هي ايه الجارية واللعب والمباراة وبالتالي شيء غير عاقل وغير العاقل بنستعيد عنه بكلمة ها هو ولا وين ولا which ولا who's ايوا number seven which دي من اكتر الجمل اللي جات في امتحانات سنوية عاما قبل كده طيب next page نشوف كده تمرينين كمان طيب page is real number eight friday is the day i visit my relatives in our village بقول يوم الجمعة ده التوقيت أو اليوم اللي بزور في أهلي يعني طيب قلنا day بص على الكلمة اللي قبل النقط day غير عاقل أو time أو عاقل وهكذا طيب دي ده توقيت يبقى وين بص في الاختيارات طلع وين who's where on which who ما فيش وين حد فاكر بقى وين بيسويها ايه ايوا on which تمام سمعك طيب number nine we should decide we need to buy which where who what عارف يا بالمعنى علينا ان نقرر ما نحتاج كلمة ما بقى ببسطة يعني what تمام يبقى number nine d طب هنصعب سنة بص number ten people stay and must leave the country بالنسبة ل number ten people عاقل يهو يهوز يبقى انا اختياراتي حصرتها في سي و دي قلنا who followed by verb و who's by now تمام المشكلة ان كلمة stay تنفع verb بمعنى يقيم يعني ويتنفع نوم بمعنى اقامه طب انا اعرف منين ترجم تخيلها هو يبقى معنى كان ان stay da verb بمثلا هيبقى معنى جملة الناس التي تقيم انتهت عليهم مغادرة البلاد ولا اللي اقامتهم انتهت ايوه طالما stay now تاخد هو اللي هو للضبط كده يبقى number ten d who's stay ended اللي اقامتهم خلصت طيب بص على number eleven شاكر انت سابت في chapter three في النوبل كان ادى البنت اللي كانت عند البوابة ادته المفتاح تمام فمكتوب ايه the girl number eleven احنا في رقم 11 اركز بعنيك معايا the city gate gave سابت ذا كي البنت اللي كانت عند البوابة ادت سابت المفتاح اللي كانت بتحرص البوابة اصل الجملة دي لو انا عايز اعمل complete كده اقول the girl who guarded the gate who guarded البنت اللي بتحرص البوابة طلع بقى who guarded من الاختراف guard guarded guarded guarding ده مفيش قالك طالما ده الفاعل يجوز بدل who guarded i-n-g guarding يعني نقول the player who scored the goal تساوي the player scoring the goal the man who helping me the man helping me وهكذا اذا number eleven the girl هتبقى guarding the city gate اللي هي بتساوي ايه who guarded the city gate لكن ما ينفعش يديني الاختيارين طبعا طيب number 12 جانا وزفارس student space at school عارف لو انا برضو حبيت اعملها من دماغ انا وحط كلمة جانا هي اول طالبة توصل المدرس يبقى who arrived حتى انا كاتبها جنباي بتساوي who arrived طلع who arrived من الاختيارات to arrive which arrived where arrived arrived مافيش قالك عند وجود ويمكن انا عامل الكلمة بلون اخضر زي ما انت شايف first second last والكلمات دي انتوا عارفينها بنرجحها بس بمفكرك يجوز بدل who الفعل to مصدر يعني who came to come who arrived to arrive عشان كده في number 12 اجابتها to arrive number ايه طب ااخر جملة this is a book ده الكتاب اللي انا سلفته له تمام طيب انا برضو لو هعمل الجملة من عندي بص انا كاتب equals بتسوي ايه جنبا this is a book which i learned him ده الكتاب اللي انا سلفته له الكتاب يا جماعة ده subject فاعل ولا object مفعول مفعول في قاعدة بتقولي بقى عندما تحل which محل المفعول ده يجوز حسفة ممكن نقرأ الجملة اللي بالموف تاني بس هنقرأها من غير which اقرأ كده this is a book i learned him ده الكتاب اللي انا سلفته لتساوي which i learned him طب هي اجلنا على شكل اقرأ بقى 13 تاني كده 13 this is a book space him which land which land is i learned that land يا طرح نختار ايه انا سايبك اوه ايه ورقم c island اللي هي اصلها ايه which island بالضبط لكده this is a boy whom i punished او this is a boy i punished هي هي the same طيب وده كده كان ملخص لأول جزء في unit four في جزء تاني بقى متعلق ب unit four في حاجة اسمها prepositions تمام نشوف مكتوب عندنا page four لاحظ استخدام حرف الجرة قبل كلمة ايه which او whom يعني هي حروف الجرة ما تجيش غير مع which وهوم بس بنسبة 90% on which to which for which دايما which لغير العاقل وهوم للعاقل تمام لكن يا جوز حاجات تانية بس ده عادة قليل او وهنجيب جملة اللقتي عليهم طيب بص انا كاتب ايه in اوقات for by to on from وهكذا بيجوا مع which لغير العاقل وهوم للا للعاقل على فكرة in which تقريبا هي at which يعني عمره ما هيديك in which وat which مع بعض بيساو بعض عشان كنا عامل سلاش بينهم هوم حروف الجرة جماعة بتيجي مع رلية pronouns بطريق تير اول حاجة ساعات يربطها لك بverb معين او adjective معين وهكذا بمعنى تعال نقرى نمبر وان they said something cruel they should apologize حاول افهم general meaning كده هم يعني زعلونا ولازم يعتذروا شايف الكلمة الاخيرة apologize اللي بنون الاخضر دي ايوة حد يفتكر بقى يعتذر على apologize ايه بالضبط كده apologize for عشان هي apologize for بص في الاختيارات بقى for which by which to which at which هنختاريه ايوة بالضبط كده for which الولى عشان apologize فو طب بص النامبر two this is a writer space with private life i'm interested ده كاتب اللي انا مهتم بحياته تمام طب وانا اختار فنان على ايه شايف اخر كلمة اسمها ايه interested حد فاكر بقى مهتم بيه بنقولها interested on ولا off ها ايوة لان ولا off بالضبط كده وما بقولها interested ايه in تمام عشان بنقولها interested in يبقى نختاري in whose life او in whose private life ايه ده ايه ده مش انت قلت in وحروف الجر لغير العاقل مع ويتش وللعاقل معهو بس ايه معهم تمام بس قلتلك ده غالبا لكن ممكن اقول كده in whose private life وده نادرا ما يأتي طيب نبص على number three i'm going to a meeting we're going to discuss women's role in society انا راح اجتماعها ناقش فيه دور المرأة في المجتمع بص بقى الطريقة التانية لحرف الجر انها تيجي بالgeneral meaning يعني اين وقات دول بمعنى فيه مثلا ويتش بمعنى ايه لي فلما قول ويتش الوحدة ايه لي اين ويتش وقت ويتش ايه لي فيه زي ما جاقولي مثلا بص number three تاني انا راح اجتماع اللي هنائش دور المرأة ولا اللي هنائش فيه ايوا فيه عشان كلمة فيه يبقى هاتطرقوا ليه in which او at which تمام طب حل انت number four بقى يلا that's the school in i have my primary education يجاد في امتحان سنوية عاما قبل كده طالما في اين حروف الجر بتيجي مع اتنين بس ها which ولا who's ولا هوم ولا هو ولا where الزبط in which او الوحدة تمام طيب اخر واحدة this is the article دي المقالة she wrote about Egypt اللي كتبت عن مصر طب سواني هل اقول ان article غير عاقل تاخد which تمام اللي هي number b ولا in which هي which يعني ايه ايه اللي اللتي طب ايه which ايه اللي فيه طب تعان ترجم الجملة دي المقالة اللي كتبت عن مصر ولا اللي كتبت فيها عن مصر ايوة طب عشان قلنا اللي كتبت فيها تبقى which ولا in which بالضبط in which تمام يبقى number 5 ايه وده كان باختصار unit A4 يلا بقى نخش على unit cam 5 معظمنا ويحبش unit 5 على فكرة جمل وبسيطة جدا اخر السنة جملة امتحان السنة اللي فاتت جملة عادية جدا مكانتش محتاجة حتى مذاكرة هنقوله كده بسرعة وهنلخص اهم كده المين بوينتز يعني طيب اول حاجة في الديستربيوتيفز اللي هيقوله بوت وهافو الكلام ده لو بصنا كده احنا ببيجي 5 بقى اول واحدة عالشمال انا ملخصها لك بجدول صغير امشي معايا بيعنيك لو سمعت قول اللي عالشمال معناها ايه كل او ايه جميع ياريت نفتكرها جميع عشان انت برضو واخد على كلمة كل دي every تمام all Egyptians جميع المصريين كل المصريين وهكذا القاعدة جنبها والمثال جنبها يعني بصوا قول مكتوب قصادها ايه تستخدم مع اسم ايه جامع بالضب all Egyptians all people all students او ايه كمان مفرد بس لا يعد uncountable ما بيجمعش all rice كل الرز تمام all information لو بصنا كده عالجمال اللي قصادها مكتوبين all my money is at home money uncountable خد تقول كل فلوسي all my friends are helpful كل صحابي متعاونين قول بقى اساسها للجامع تمام ويمكن استخدامها مع ال uncountable طيب ناخد each of every على فكرة each of ما فيش مشكلة هنقول فروق بسيطة دلوقت تستخدم قبل الاسم اللي ايه المفرد بص المثال قصادها each student where the uniform خلي بالك من ايه ان المفرد بياخد اس في ال present شان ال student مفرد تبقى where ولا where بالضبط كده where the uniform كيه طيب كمان بييجي معاها جامع بص تشير لأفراد مجموعة each of the girls spoke well كل واحدة من البنات على فكرة بالمناسبة صحيح each بتسوي every اللي هنقولها بس حتى بالسنس واللغة كده ما تحسش انه ينفع قولي every of the girls مش تقيلة تمام اذا each of the girls على طول عارف كل اللي قلناي قول للجامعة ويجي المفرد لحد الوقت طب وevery تعال خش على التالت تستعمل تستعمل قبل اسم مفرد عادة اهو every one every person every person هذروا ننسو سعيد كل فرض له دور في المجتم طب بالنسبة لكلمة have have دي ولا فيها اي قاعدة ولا حال انت عارف يعني هف بالعربي ها ايوه بالضبط نص نص خلاص هتختار بناء ان هي نص كده هي بس كل اللي في ملحوظة على have بص عايزين نقرأ كده تلت نقطة لا تستخدم of مع تعبيرات الايه الكمية يعني ايه بصة على المثال كمية او مسافات او كده my house is half a kilometer from here يعني يبعد بيتنا عن هنا نص كيلو بيقولك تقولها half بس half تنفع half بس او half of لكن مع الكمية والمسافة half بدون ايه of وهي كل موضوع half ان انت تعرف ان معناها ايه نص بس اكي طيب مركزين عندي بقى كلمة اسمها either او either على فكرة بننتها either وبننتها either و neither و neither مفيش مشكلة خالص في النطق بمناسبة النطق عايز اقولك حاجة ما تشغلش بالك او طالما نطقك معروف يمكن انا هستغل جملة بيقولها دايما استاذ دي وستاذ بحمد موسى بيقولي طالما كلامك مفهوم للقصادك مش مشكلة نطقك ايه كيه طيب صعبة هي either او either مش هي فريد بمعنى اي مكتوب تستخدم قبل الاسم يا جماعة الجامعة دي بدايتها كده ولو بصين على الجملة قصادها بص ارى الله ايه او ايه او ايه او ايه او ايه مش عجبني ايا من هذه السور طيب دعوه الاستخدام بص تاني استخدام ايه بتيجي فين اتزاين او نيجيشن في نهاية الجملة المنفية عشان الجملة منفية عايز اقول ولا صاحبي راح وصاحبي كمان مرحش دي دين تغوت سكول ايه ايه او ايزر بالزبط ولو حصل وجمعها حرف جر مكتوبة عندك ايزر ايه ايوه ايزر اور تمام اهو للتفضيل يعني ايه تفضيل يعني اقول لك مثلا ايه اي دي لاغ اي زر انجلش او فرنش الله انا عايز ادرس انجليزيا فرنساوي تمام either or طيب بص بقى neither اللي ممكن يجي معها نور قولنا neither او neither مش فارق تيجي قبل اسم مفرد مبدئيا زي وصدها المثال بتاع عشان مطلقبطش نفسك بص واحد انا سألت سؤال وكذا واحد جاوب اقوم ارد اقول له neither answer is ولا or is يعني ولا اجابة صح neither answer is correct خلي بالك neither او neither بتنفي فانت ما تقولش ايه ولا اجابة صح neither او neither answer isn't correct لا ما هي neither زي never كده ما ينفعش قول I haven't never بقول I have never traveled to Europe مثلا تمام وبالتالي neither دي هي اداة النفي طيب بص الجملة دي I like neither of the photos خلي بالك لو بأيذر تبقى don't like either معها نفي neither لا لان هي النافي تمام طبعين neither nor لا دا ولا دا بص تالي الجملة I like neither tennis or ولا نور ايوا نور سكواش لا بحب التنس ولا سكواش طيب ساعات neither كمان زي ما قلنا بتاخد نور ملحوظة بقى كده بص مكتوب ايه الفعل معاها عفوا يتبع الفعل التاني بمعنى تعالنا نقرأ الجملة دي نايدر احمد نورهيس فريندس هي الجملة دي معنى هاي لحمد ولا صحابه طواط طب اشتغل على احمد اجيبي الفعل على احمد ولا على فريندس قالك على السكند سبجيكت الفعل التاني احمد الاولاني والتاني فريندس عشان كده خدناها ايه ار يعني معنى كده لو شلنا الاس وولنا فريند هتبقى ايذ بالزبط كده تمام طيب نقطة كمان نايدر بتيجي بعدها صيغة سؤال لو قبلها نافي بمعنى ايه بص الجملة جانا دازنت لايك انجلش ما بتحبش الانجلش كامل نايدر دو اي مش اي دو خلي بالك شان في الاختراض تبقى اي دو اي لأ نايدر دو اي نايدر كن اي وهكذا طيب يفضل لنا كلمة واحدة اسمها بوث بوث بتدل دايما على المسمة حاكتين شخصين بقى شيئين مش فارق بوث ماي بيرانس ار هابي بوث ستودينت يبقى اتنين بص الجملة اي جيب بوث ماي بيرانس ابرازنت وخلي بالك بوث فعلها جمع بوث فعلها ايه جمع طيب اهم من الشرح هقولتلك دايما براكتس ميكس فارفت الحل الكتير تعال بقى نقلب وانطبق كده انا مزود شوية في الجمل دي عشان اليونت ده انا عارف يمثل بعض مشاكل مع بعض الطلبة تعال نقرى نمبر وان يلا بيجي سبن ادي الكتب دي للطلبة هي بوك دي مفرد ولا جمع مفرد يبقى عادة ايفري و ايتش تمام طمام واحد انا معاك هو فعلا ايفري و ايتش تقريبا واحد بس في بقى اكسبريشنز كده ومواقفه وانا مش هلينفع فيها كلمة ايفري منهم ده بص وان بوك ايتش يعني اكتب لكل ايه فارد تمام لكن ما قدرش اجيب ايفري في الاخر كده تمام طب بص نمبر تو I have to check my eye لازم اروح اكشف على عناية neither are you okay اصل اللا دي ولا دي شغال اللي عينين مش مزبوطين neither or neither are يعني ولا عين فيهم يعني اتكلم على ايه مفرد ولا جمع مفرد يبقى is are has have مفرد يبقى ايه أو see yeah is okay yeah has okay ايه بس انا عايز اقول تكون مش تملك يبقى is يبقى number two is طب بص على number three نايزر احمد نور عمر جولة انجلش لا احمد ولا عمر شاطرين في الانجلش هد حد فاكل لما قلنا نايزر نور بنشتغل على الفعل الاول ولا التاني التاني طب التاني اللي هو مين عمر مفرد وبدأ مفرد تبقى ها بص في الاختيارات وجاوب انت بالزبط كده easy تمام طيب بص على four و five وقرهم سوا اقرى four و five الاول هديك وقتك يلا ها four هتطلع ايه بالزبط كده number two I don't like either of the photos شلنا النفي في رقم خمسة تبقى ايه بقى نجيب اللي بتنفي بقى اللي هي ايه neither بالزبط رقم ستة يبقى five four B و five D طب نشوف number six when she was a child she was good at swimming وبلايين اذا بيان swing وبلايين اذا بيان دول كم حاجة اتنين طب طالما اتنين تبقى ايه both بالزبط يبقى رقم B طب نشوف number seven both my two labs tops need surf اللاب توب اللي اتنين اللي عندي بايزي محتاجين سيانة ليه بقى بقولك space works well عايز اقول ولا واحد فيهم شغال يبقى اني واحدة ولا واحد بص في الاختيارات كويس ايوا B neither works well واحد يقولي طب ما تنفع both طب اولا both فعلها جمع تبقى working مش works ثانيا المعنى ما ينفعش اقولي الاتنين محتاجين سيانة لان الاتنين شغالين كويس مش هينفع لا ولا واحد بانفي بانيذر او نايدر اداة نافي زي رقم تمانية بص كلا بيتجي ايت اهو قلبنا جبنا بيتجي ايت تمام مكتوب ايه في نمبر ايت two men want to marry her اتنين كانوا عايزين يتجوزوها she accepted of their offers ما قبلتش اي عروض منه ما قبلتش حد في يوم لاتنين طالما بانفي قولنا نستخدمي اللي بينفي ها neither ولا both ولا more ولا either بالضبط اول واحدة neither طيب نمبر ناين we looked at two hotels on the internet بصنا كده عميتنا على الفندقين of them would be great for a holiday واي واحد فيهم كويس تلقاج بص في الاختياراتك كده وقولي كلمة اي واحد يعني no ولا half ولا more ولا either بالضبط either of them اي واحد فيهم طيب نمبر تن عليش عذروني في السرعة بس عشان نلحق ناخد اكبر قدر ممكن the museum is open today and tomorrow المتحب فاتح النهاردة بكرة بس انا مقدرش اروح I can't go on either day both neither all طب انا ممكن اخد both رقم بي بس قلتلك both جمع اقول both day لا بوث ايه days عشان كده بوث غلط لان لازم day تبقى days وهكذا اقول يبقى اقول ما اقدرش اروح اي يوم اي بقى يا طلابنا بالضبط either اول واحدة 11 11 دي اللي جات اختها تقريبا السنة اللي فاتت I don't think I have a favorite subject at school ما عنديش مادة معينة بحبها subject is different كل مادة مختلفة بالمعنى كده لو انت بصيت half و either و every both عايز اقول كل مادة فين كلمة كل every ادي الجملة اللي جات في الامتحاد تمام جملة عادية جدا ده up to date ده متحانا 2019 كانت اختها كده بس جات every sport كل رياضة تمام طب 12 بقى students in our class are from Cairo عايز اقول الطلبة اللي عندنا في الفصل كلهم من Cairo هي student ولا students جمع يعني طب every تنفعش مع الجم تمام يبقى ممكن all او both بس مش اقول طلبين كل الطلبة اللي بتيجي معاها جمع بقى ايوا اقول رقم C تمام طب اخر واحدة بس بها لي كنتم the tour guide gave tourist ticket to enter the museum من مرشد الساحة اعطى كل سائح سائح مفرد فين بقى كلمة كل every طب ما فيش every اللي بيسويها ايوا each الاخيرة تمام يبقى كلمة each تمام طيب بيج 9 حنفضل معانا unit 6 تمام معلش بقى تذلكوا برضو عن السرعة بس اللي ضيق لإيه ال what بيكلم على conjunctions معظمنا عرفها ال conjunctions دي دايما بييجي معاها حاجتين adjectives صفات يا ولاد او other وعادة صفة كيه طيب بص على اول واحدة كده احنا بيج 9 so that معاناها ايه so that جدا لدرجة n ما بين صفات دي هتحط adjectives so happy that so clever that so intelligent that خلي بالك صفات عادة بينهم كلمة عادة بينهم ايه كلمة كيه بمعنى جدا لدرجة n بص كده اول جملة they walk the so slowly that they meet the train افهمها هم مش وبالراحة قوي لدرجة النفاتهم الايه القط دايما كلمة ذات هنترجمها لدرجة n بص تاني جملة this lesson was supporting that I couldn't understand بيقولك ان الدرس ده ممل جدا لدرجة ان انا مش قادر افهم او مقدرتش افهم يبقى سوء ذات بيجي بينهم ايه adjective تمام طيب من اهم الجمل فيهم ساتش دي مهمة جدا ساتش ا ا او ان وتسعين في المية هي دايما معاها ساتش ا ا او ساتش ان يعني دايما ما تختارش ساتش الوحدة الا في موقفين هنقولهم دلوقتي الطبيعي ساتش او ساتش ان اكي خلي بالك بقى بعد ساتش بيجي كلمتين عادة adjective noun اسمه موصوف such a clever man a good boy تمام an interesting novel وهكذا بص اول جملة نمبر ثري عامري such a friendly person that everyone likes him عامري ولد لذيذ وحبوب قوي لدرجة ان الناس كلاب بتحبوا بص such a جي وراي friendly person خلي بالك سوزات بيجي بينهم كلمة لكن such a بيجي بينهم ايه كلمتين تمام friendly person طب بص number four they are such expensive books that I can't buy them الله طب بالنسبة number four كلمة such اينا مجاش معاها او ايه قلنا في موقفين ما ينفعش يجي معاهم او ايه اول حاجة plural noun لو بتكلم عن اسم جمع وتاني حاجة uncountable noun بص تاني number four كلا they are such expensive ايه books طالما هي جمع وبتالي عشان جمع تمام ما نحطش ا كيه طي وكمان لو uncountable بص على enough خلي بالك بقى الصفة اينا تختلف تبقى ugly enough happy enough clever enough tall enough careful enough حريص بدرجة كافية hard enough ودايما تو مصدر بص number five my students are clever enough يعني ماهرين بدرجة كافية to answer any questions لجابة اي سؤال يفضلنا اخر حاجة اسمها لو احنا فاكرين كنا بنقولها ازاي توتو infinitive توتو infinitive ان ما بين توتو بنجيب adjective صفة ثم ال infinitive بمعنى بص number six this coffee is too hard to drink خلي بالك اهم حاجة تبقى عارف ان توتو تشمل نار معناها من فيه لان بص معناها ايه جدا لدرجة لا يمكن انه القهوة دي سخنة اوي لدرجة ان ما اقدرش اشتريها ان ما اقدرش اشرابها اول دي اسم mobile phone is too expensive to buy ده الموبايل ده غالي اول لدرجة ان ما اقدرش اشتريه فتكر كويس توتو ازبط ولا نافي نافي بالضبط كده طيب ما تيجي كده نبص بقى نحل سوا نجيب budget 10 تمام number one مثلا بتقول اهم حاجة الحل بقى نركز مع بعرك كده في budget 10 بتقول ايه اول جملة don't worry about him تلاقش he is to pass the exam هي pass ولا pass the exam تلاق pass the exam و pass the exam لاتنين صحة ما تشغلش بلك بدا طيب ممكن لما بص في الاختيارات such clever two clever enough clever clever enough اه انا حاسس طالما فيه two فوق فينفع b two clever two وينفع كمان d clever enough حلوة اوي يبقى انت حددت اختياراتك يا two clever يا clever enough يا b يا d عايزك بقى تهتم بالمعنى احنا قلنا توتو بتعمل ايه بتنفي الجملة طب عشان بتنفي لو حطتت تو clever هيبقى معنى الجملة ايه هيبقى معنىها شطر اول درجة وماقدرش ينجح لا المعنى ايه ضد المنطق تمام عشان كده جماعة اجابتها ايه number one الاخيرة وخلي بالك ما تقولهاش enough clever لا clever enough تمام happy enough اذا number one he's clever enough to pass the exam يعني شاطر بدرجة كافية انه ينجح طب بص number two this question is too easy to answer difficult enough to answer easy enough to answer طب ما وكده كلهم حاس انهم ينفعوا قلنا من شوية توتو بتنفي لو خدت too easy to answer عارف معنى الجملة ايه هيبقى معنى ان السؤال ده سهل قوي بدرجة كافية اني معرفش حله فملهاش معنى لكن بص لو خدنا الاخيرة easy enough to answer يبقى معنى هي سهل بدرجة كافية انه نقدر احل فصحيح القعدة ماشية لو بتو بس في meaning تمام يعني you have to pay attention for grammar and meaning at the same time لازم تاخد بالك من المعنى طب بص number three it's amazing play مصرحية هنا يعني that you can't miss it مصرحية حلوة او ما ينفعش ما تشوفهاش to such and enough such and في ذات وفي كلمتين amazing play قلنا لما يبقى في كلمتين بنجيب الى وفاكر such بس such دايما معاها a أو an بما ان معاها أو an يبقى انه واحدة d بالضبط يبقى number three d طيب بص number four a man has long hair that some girls that school are jealous of her a man شعرها طويل اول درجة البنات غيرانة منها طيب قلنا such قلنا such بيجي دايما معاها a أو an طب هنا بقى long hair خلي بالك hair ده uncountable فعشان uncountable ما ينفعش اجيب معاها a وبالتالي number four هتبقى c such best كي لكن عادة في الامتحان بنسبة 90% زي ملتلك دايما صتش a أو صتش a كي طيب نشوف number five it's space hot outside that i can't go for a walk عايز اقول الجو حرق او برا لذاك ما قدرش اتمشى طيب قلنا عندي hot that outside ده مش نون خلي بالك عشان ما تقولش صتش هنا تمام لا ده مش نون ده adverb اظنناها مش موجودة يعني هي صفة بس hot طالما hot يبقى اخد so so hot that so hot outside that سوي hot so hot that يبقى five ايه طب يرى رقم ستة there are times when you can't work hard to live well فيها وقت ما بتقدرش تشتغل بشكل جيد بدرجة كافية بالضبط طالما جات hard ده verb or adjective تمام sorry adjective or adverb صفة او حال بنجيب وراها دايما ايه hard enough careful enough اخر واحدة عليكم تحلوها انتو بقى the test tool difficult to finish ها two ولا so or enough ولا such بالضبط طالما في two تبقى two الاولى يبقى seven هتبقى رقم eight عندنا برضو كده يعني عشان ما نملش من الجرامر عملنا برضو سطرين translation كده نشوف translation كده سوى مع بعض بعض التلاجم ساعات تيجي على احداث الجارية والبعض الاخر ملوش اي علاقة هي في الاخر انت عارف ان احنا ما عندناش منهج لسكيلز عايزة كده ايه تبقى على طول بتتمرن عليها تعالى نمسك number one هنقرأ بالراحة كده الكلام المكتوب لأسود number one page 11 يوفر النظام التعليمي الجديد فرصة حقيقية للطلاب نحو الابتكار والتفكير الابداعي تمام هنبدأ بيوفر ولا النظام التعليمي مش عايزك تقرأ امشي معي تاتا تاتا هنبدأ بالنظام التعليمي الجديد كيه طيب بص عادة بعض تطلعوا تقولي النظام التعليمي الجديد انا عارف كل كلمة بس ومش بعرف احط الكلمات ازاي طيب لو ما عرفتش هات من الاخر للأول يعني بص النظام التعليمي الجديد هات بقى من الاخر الجديد التعليمي النظام بص انا كذبت ايه the new educational system ايه يوفر دي the new educational system يوفر يعني يا مدانا بي هو بيقولي يوفر فرصة عية للطلاب كيه يبقى provide هو ايه الاس المحطوطة دي ايوا اصلي فيه هنا present ده فعل في المضارع البسيط والنظام ده مفرد وانت عارف ان المفرد بياخد اس قلنا هي likes مش هي like وبالتالي provide تمام وحرفة جرها ويد وانت عارف دايما غالبا فقولي provide students with provide us with وهكذا يبقى تمد الطلاب بي فرصة حقيقية للطلاب على فكرة او ما عرفش كلمة حقيقية دي مش مهم فرصة للطلاب وخلص a real opportunity أو chance أو chance تمام طيب real opportunity فرصة حقيقية نحو الابتكار والتفكير الإبداعي نحو الابتكار طب افرض انا مش عارف الابتكار دي خش على التفكير الإبداعي على طول او التفكير النقدي اكي هي المفروض التفكير النقدي towards creativity 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 اللي هي الإبداع أو الابتكار critical thinking اللي هو التفكير النقدي يا راسي سوري مكتوبة الإبداعي اكي حتى لو هي الإبداعي creative thinking مش فارق طب ناخد number two طبعا احنا عارفين في برضو مشكلة على المية وكده فمكتوب ندرة المية قد تكون سببا في اندلاع الحرب بين الدول في المستقبل اكي طيب هي ندرة دي لو انا مش عارفها هي ندرة دي بمعنى كسرة ولا قلة اه قلة المية طب حد حافظ كلمة نقص يعني لاك طب كلمة short ازود لها ايه جيت بقى ايه shortage بالضبط كده فانا ممكن يقول نقص المية ما هو نقص المية يعني ايه قلة المية طيب بص كنا بن ايه water scarcity اللي هي water shortage او shortage of water او لاكو فيوطا اي واحدة قد تكون سببا قد يأتي احمد يعني ممكن ييجو وممكن لا عشان كده بص كلمة دي made احتمالي يعني انا بقى ما اقولش تكون سببا دي اولها ربما تسبب على طول تعرف ان ايه يسبب لو مش عارفها تعرف بكوز يعني لقى بصا شيري البيئي تبقى كوز يسبب يبقى ميه كوز وورز الحروب بين الدول في المستقبل طب ما قلناش كلمة اندلاع اهي انا كتبها لك بلون مختلف to break out بس عايز اقولك على حاجة هو احنا ما تيجي نقرأ الجملة من غير to break out كده water scarcity may cause words among countries in the future من غير to break out طالما كلمة غير مؤسرة في المعنى العام انا مش لازم اقول يعني ايه تندلع break out والكلام ده تمام لان حتى لو ما اعرفها ممكن ما اخدش بالي انكتب cause words to اقولها بقى breaking او اغلط او او انفينتف بس فانت لو كتبتها دايما ترجم العربي عربي ابسط لما ترجم العربي عربي اسهل هتتمكن منه انك تكتبه ترجم حاجة على هواك تعرف تكتبه ما تعجزتي وطوبة طولي يعني ايه اندلع ما تكتبهاش اكي طيب نشوف التالتة نشوف التالتة الضغط العصبي هو العدو الخفي الذي يلحق بنا ضررا كبيرا سواء جسديا او عقليا اكي طيب ضغط وتوتر معروفة اللي هي كلمة ايه stress تمام هو العدو الخفي انا ممكن الخفي دي لو معرفهاش لو شلتها من الجملة مش هنقص عليها ومش هتقصر اقول الضغط هو العدو الذي يلحق بنا ضرر على طول يبقى stress ازا انيما على طول طب انا عايز كلمة الخفي دي جاي من يخفي hide البي بي hidden تمام hidden enemy العدو الخفي الذي يلحق بنا ضرر كلمة يلحق بنا ضرر اللغة العربية غنية الذي يضرنا وخلاص بص كلاب تناوت شي ايه harm us لا مش hard بص كويس الاس ليه لان الله يضرنا هو التوتر مفرد والفعل present يبقى harm us مكتوب سواء جسديا او عقليا بص عشان كده استخدرنا كلمة خبناه من شوية either physically جسديا or mentally طب انا ممكن ما اكتبش ايه طبعا هتكتب بصي harm us physically and mentally بس كده طيب هناخد جملة ربعة بتقول علينا جميعا ادراك اهمية دور المدرسة في تنمية قيم واخلاق المجتمع علينا جميعا انا لو علينا دي ممكن اقول علينا بس من غير جميعا ويشهود على طول طب انا عايز اقول جميعا اهي we all should ادراك خلي بالك بقى ما تقولش realize يدرك اجيب الناون انت كاتب انجلش كان يقولون ايه think in Arabic but write in English اه فكر بالعرب بس كتب انجليزي ما يجيش يقولك ايه علينا تنمية ثم انت تكتب بعض الطلاب وتكتب كده we should develop ليه يا ابني يقولك ما هو مكتوب تنمية لا انت كتبت should يبقى لازم يبقى we should develop كيه the important rule الدور الها of school او عايزها اهمية ذا ما هي the importance of school rule في تنمية قيم واخلاق المجتمع in اي حرف جرى عادة بيجي ورانا ونوين جي يبقى developing اخلاق عارفينها وقيم قيم طبعا values واخلاق اللي هي morals of society طيب جملة كمان بتقول يطالب بعض الناس بالحصول على حقوقها دون ان تؤدي ما عليها من وجبات بسط الكلام هنبدأ ببعض الناس some people يطالب دي يا جماعة جاء من ايه يطلب اكي ask اسأل ask for يطلب فبص الكلام دي some people ask for their rights ليحققهم دون ان تؤدي ما عليها من وجبات دون ان تؤدي بص دون دي كتبنا ايه بدون without performing the duty فضلنا جملة اخيرة بتقول تمد المؤسسات الخيرية يد العون لمان يعيش في الاماكن العشوائية طيب هنبدأ بالمؤسسات الخيرية شارتي عارف يا مد يد العون دي دي give a hand دي انا ممكن ببسطة اقولها هلبه خلاص يبقى هلب بيبل طيب اقول بقى ايه لمن يعيشونا في الاماكن العشوائية كل ده انا ابسطه بص كتبنا ايه help people who live in slums على طول اللي بيعيشوا في الايه في العشوائية اكي فضل لنا dialog تمام اخر حاجة dialog كده بسرعة dialog مالوش منهل هنقوله بسرعة لديق الوقت بقى هو ده واحد بيرجع ايه او انيسة بترجع فستان في محل فراحت للأسستنت او البيع بتقوله I bought this dress a week ago انا اشتريت الفستان ده بالاسبوع يلا احنا ببيجي 12 كده مع بعضينا and space وبعين رد سألها حاجة قايت له when I washed يأتي تشرانك شرانك معناها to become smaller in size يكشي يبقى الطبيعي في number two يعني انا حتى ممكن احلي تقولها او هقولها ليه يبقى هي عايزة ايه طب هي راحت ليه هنا بقى ما جيش اقول ليه انا عايز ارجع الفستان ومعرفش يعني ارجع وعدو لك ريتير خلي بالك ريتير نيرجع مش يرجع تمام لكن بص انا كتبتي اببسطة I'd like to change it عايزة اغير الفستان يعني مامسكش في كلمة ارجع الفستان دي طب انا عايز فلوسي I'd like my money back والله لو عارف تكتبها اكتبها مش عارف كلنا نقدر نكتب I'd like to change this dress بس بص قال له يبقى بعديه Why would you like to change it ليه طب سؤال هو ينفع اكتب وي بس والله لو المعنى العام يسمح تعال انا تخيال انا عايز ارجع الفستان ده رد قال لي ليه قلت له كاش اه ماشي لو كتبت وي هنا بس بعض اطلق تحب تكتب كلام كتير عشان يقولك انا بقلق لما اكتب حتة صغيرة خالص دي conversation يا جماعة محاسة اسمك ايه خالد بس خلصت خلاص انا فهمت تمام طيب وانا يوجد يتيت شرانك فسأله سؤال قال له only once مرة واحدة in one motor ثم ايا دافية يبقى غسلتو مثلا كم مرة بالضبط طب كم مرة يعني ايه how long لا how often وبني انطوى برضو how often على فكرة عادي أو how many times طيب بص كلابنا how often ايه وعا تقولي wash the eat لا غسلتو past عشان كده لازم احط ايه بقى do او does او did بصة معاملها لك بلون مختلف هو اوفن ايه خالي بالله عشان دي نصاص بتطير منك did you wash it قال له happy got the receipt معاك الواصل طيب لا انت يعني اشتريت بيه فقال له I'm afraid I lost it فأفريد هنا معناها sorry يبقى معه ولا مش معاه مش معاه يبقى no I haven't واحد يقولي هو ينفع يجي كده اخر السنة اسئلة بيه السنود دي حاجات هايفة يعني ده على فكرة يبقى حلو ده امتحانات قبل كده ده جيه ready في امتحان او عتفتكر ان الست ونقاط هيجو صعبين خلص يا جماعة الصعب في الامتحان لا يتجاوز 10-15% الامتحان بسيط ان شاء الله مفيش مشاكل طيب نمبر 5 قال له حاجة قال له what do you mean you can't تقصدب ما تقدرش دي look at the label it must be yours بص على التيكت ده اكيد من عندكو يعني يبقى له ما اقدرش ايه اغيره بالظبط عشان كده بص 5 I can't change it I can't change it for you راح قال له حاجة Of course you can meet the manager طبعا ممكن تقابله هو يكرر يقابل مين بقى المدير عشان كده بصك هتبدأ يفرقهم بستة Can I meet the manager طب انا ممكن اقابل المدير وكده خلص الدالب اعذروني ان كنت كنت سريح شوية معاكم في المراجعة بس بحاول اغطي اكبر قدر ممكن ومعتمد اني عندكو فكرة ويعني كده خلاص المراجعة 4 و 5 و 6 اتمنى ان احنا نكون وفقنا وقدمناها بشكل مبسط الى حد كبير وصدقني كل اللي انا قلته ده بييجي بنفس الطريقة المبسطة ما تخافش الانتحان ما فيش كالكعة فيه ولا الكلام ده خالص ربنا وفقكو جميعا وخالص الشكر والتقدير ليكل حسن المتابعة I hope that you will enjoy I hope you have enjoyed this episode and thank you so much ونشوفكم ان شاء الله بعد حالة اكثر من رائعة مستر خالد اتمنى ان نشوفك في حلاقة قديمة ان شاء الله في المراجعة مع طلابة شكرا من الصلاح ونشرفك مرة قديمة ان شاء الله شكرا من الصلاح 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 شكرا من الصلاح